بين عشوائية الاستيراد والتلاعب بالأسعار شهدت كاركوك ارتفاعا طفيفا بأسعار الأدوية والمستلزمات الطبية أسبابها يعزوها مراقبون إلى جشع بعض أصحاب المذاخر والصيدليات يقابلها غياب للرقابة المركزية تفاوت الأسعار هذا يستنزف الكثير من دخل الفرد اقتصاديا تجارة الأدوية هي خارج نطاق سطرة الدولة وهذه مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الدولة في ضبط مبدأ استيراد الأدوية من طريق المذاخر وعن طريق القطاع الخاص أما القطاع الحكومي فهو يعاني حال حال أي القطاعات الأخرى من الفساد الإداري ومن غيرها من عمليات السرقة الممنهجة اللي تقوم بموظفين كبار بالدولة فبالتالي القطاع الخاص هو نشط أكثر من القطاع الحكومي وهم أصبحوا هم المتحكمين بالسوق وليس القطاع الحكومي مواطنون بدورهم أعربوا عن استيائهم من الصيدليات التي لا تعمل وفق تسعيرة محددة دواء بمنشأ موحد تختلف أسعاره من صيدلية لأخرى مهنة الإنسانية هذه تحولت إلى تجارة على حساب المريض العراقي كما يصفوها أنا البارحة بنتي مريضة خدثت للدكتور العلاس كلف أكثر من ستين ألف المواطن الفقير من وين يجيب؟ الثاني عندي باشر عقبة شلون؟ نحن نطالب جهات المعنية الدخلون بهذه الأمور ويشوفون حل بهذه التلاعب الأسعار الأدوية قفزة في أسعار الأدوية تصيب جيوب أصحاب الأمراض المزمنة ولا بديل أمامهم اليوم سوى مناشدة الجهات المعنية لوضع حد في عملية التلاعب بالأسعار والنظر بحال أصحاب الدخول المحدودة لقناة الفلوجة عبدالله العامري كاركوك